بلد يسوده العدل والإنصاف والحكم الرشيد هو مشروع أجمع عليه الجاديون في فعاليات الحوار الوطني الشامل والسيادي حيث عاكفوا على مناقشة المواضيع التي من شأنها تعسيس دولة عصرية يسود فيها القانون مع الحفاظ على العداد والتقاليد التي تضمن المساواة وتعزيز الحكم الرشيد والمحافظة في ذات الوقت على المكتسبات الوطنية التي أفضت إليها إفرازات المصالح الوطنية بين جميع المكونات المجتمع يواجه الشعب الشادي كل عنواء التحديات التي تعيق عملية تسريع التنمية حيث عمدة الحكومة على ضمان قدر أكبر من العدلة والمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة في الآصمة الجمينة وجميع ولايات البلاد بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الحكومة الانتقالية وفي مرحلتها الثانية تعمل وتضائف الإجراءات من حيث التدريب والتوعية على جميع المستويات من أجل ضمان سيادة القانون إن سيادة القانون تتحقق أبر استقلالية القضاء وقد أكد في هذا الشأن رئيس الفترة الانتقالية في عدد من قطاباته بأنه سيعمل بكل وسئه من أجل إصلاح القضاء الشادي وقال إن القضاء مستقل ويجب أن تعمل السلطة القضائية بدورها بأكمل واجب ومسؤولية وكفاءة كما أعلن رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو في الدقول القضاء بأنه لن يكون في الدستور المقبل ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاثة إن إعادة تنظيم سلك القضاء سيتيح بلا شك تطبيق النصوص والقوانين دون تهون من أجل معاقبة مرتكبي انتحاكات حقوق الإنسان بصرامة بقض النظر أن موقعه الاتماعية وانتماءاتهم وهذا يثبت النية السمحة للبناء وتعمير البلاد كما أنه يضمن للقصوم والمستثمرين ويضمن أيضا وقبل كل شيء الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون وفي أعمالية إعادة بناء الشاد أبرى مختلف مكونات الشعب الشادي أتاحت الفترة الثانية من الانتقال الفرصة لمعارضينه سياسيين كانوا أسكريين في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكوينها بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر من العام الماضي كما تم إدخال بعضهم في المؤسسات الكبرى وبعضهم وجد مكانه في المجلس الوطني الانتقالي وتدعيما لهذا المشروع فقد سعت الحكومة إلى تعزيز تعاونها مع البيعسات الدبلوماسية لضمان تلك المخرجات وتطبيقها فعليا بما يسهم في إرساء دعائم الإعدالة وسيادة القانون حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الانتقالية صالح كيبزابو بعد اختتام أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي بممثلي البيعسات الدبلوماسية المقيمة بالبلاد حيث أطلع السفراء المعتمدين بالبلاد بمخرجات الحوار الوطني وخطط البلاد في المرحلة الثانية من الانتقال مطالبا منهم دعم الفترة الانتقالية الثانية هذه المبادرة وجدت التغذير والسنى من قبل الأخير وأكدوا دعمهم لهذه الفترة الثانية من الانتقال السياسي فاز الرهان في فجر هذه المرحلة الثانية من الانتقال بعد شحرين فقد من أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي قمسة ألاف من الشباب الخريجين سيتم دمجهم في الخدمة العامة مشروع أعلنه رئيسي للجمهورية في مطلع عام 2022 في المنتدى الوطني للشباب ومنذ ذلك فقد تم تطبيق هذا الوعد الذي قطأه رئيسي الفترة الانتقالية أمام الشباب حيث تم الدمج الخريجون في الوزارات المختلفة وفقا لإحتياجات كل حقيبة وزرية حيث تعمل السلطات الانتقالية في ضمان سيادة القانون للشعب الشادي وتعزيز الحكم الرشيد اشتركوا في القناة